على نية إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني حركة حماس تعلن موافقتها على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات غامة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الرئيس الفلسطيني كان قد أعلن أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك نيته الدعوة لانتخابات عامة بعد عودته لإرض الوطن الأمر الذي ردت عليه حماس في بيان لها مصرحة عن موافقتها على الدعوة انطلاقا من الضرورة الوطنية لتوحيد كافة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة ومعلنة أيضا عن استعدادها لإجراء الانتخابات الغامة الشاملة والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريغية والمجلس الوطني كما دعت الحركة في بيانها إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات عباس سبق له أن دع مرورا إلى انتخابات تشريغية دون جدوة منذ العام 2006 حين فازت حركة حماس بالانتخابات قبل أن تندلع المواجهات بينها وبين حركة فتح لتسيطر على قطاع غزة سنة 2007 وهذه المرة وافقت حماس على إجراء الانتخابات مطالبة الرئيس الفلسطيني بمغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله على حد تعبيرهم والتحلل من اتفاق أسلو وهو ما يفرد التوافق وطنيا على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال حسب البيان وبعد موافقتها على الرؤية التي قدمتها ثمان فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي طالبت الحركة في هذا الصدد باتخاذ خطوات عملية لاستغادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الاستجابة لمبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة وإنهاء الانقسام والعمل الفوري لكسر الحصار عن غزة ورفع العقوبات عنها